نروح بقى الموضوع تاني ويمكن كان الموضوع مطار للجدل خلال فترة طويلة طبعا بتخص الأزمة اللي حصلت منتخب الشباب في تونس يمكن من عدة شهور يمكن النهاردة حقول لحضراتكو لجنة الانضباط برئاسة مستشار سيد من داري عملت عدة قرارات بالإشارة طبعا للتحقات اللي أجريت بشأن طبعا وقاعة مشاركة منتخب مصر للشباب مؤاليد 2001 زي ما حضراتكو عارفين في بطولة أفريقيا المؤاهلة إلى البطولة الأفريقية اللي هتأهل لكاس العالم المفروض يعني أنه كان حيتلعب هقول لحضراتكو الكرارات ويعني ليه وجهة نظر أنا إيشها مع حضراتكو الكرارات بيتقول إقاف محمد ربيع يسين عن ممارسة نشاط أي نشاط يتعلق بقرط القدم لمدة ستة أشهر وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مئتي ألف جنيه ثانيا إقاف وليد منظور طبيب الفريق أو الطبيب السابق للفريق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بقرط القدم لمدة تلات شهور وتغريم مبلغ مئة ألف جنيه القرار التالي تغريم اللاعب عبد الرحمن أحمد ده لاعب نادي أمبي ومنتخب الشباب مبلغ خمسين ألف جنيه رابعا تغريم اللاعب حسام أشرف ده لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مبلغ عشرين ألف جنيه خامسا تغريم اللعب طبعا العربي بدري ده اللعب النادي الاهلي المعارض النادي الجونة مبلغ 20 ألف جنيه يعني قرارات أنا بصراحة يعني هتناقش مع حضراتكم فيها يمكن هنا كمان في البيت الكبير حضراتكم تفتكروا أن الكابت الربيع كان دايما بيعمل مدخلاته كان دايما كابت الربيع قد إيه قد إيه فعلا بيعاني بشكل كبير جدا جدا من إهمال ومن استهتار وعدم الاهتمام بهذا المنتخب اللي في اعتقادي منتخب مهم جدا 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 فترات طبعا الإعداد كانت كابت الربيع بيعاني منها من خلال عدم موجود لعبين من خلال الأندية كمان ما كانش فيه دعم كامل من اتحاد الكورة السفر لطبعا التصفات اللي كانت مؤهلة في تونس والجدل اللي أثير حوالين الفيروس كورونا خلينا نكلم بكل أمانة أن عملية أولا أنك بتطلع قرارات طب سبب قولينا سبب وقف الكابت الربيع ياسين ست شهور عن ممارسة الرياضة بشكل عام إيه لما بتطلع قراره بتقول القرار بيعنص على كذا بناء على حاجة أنت ما طلعتش بناء على إيه كابت الربيع ياسين بصراحة من أفضل المدربين على مستوى مصر كابت الربيع ياسين على مستوى منتخبات بيقدم أداء أكتر من رائع وليه يعني تجربة سابقة وعمل جيل أكتر من رائع راح كاس العالم ووصل وعمل أداء أكتر من رائع طلع لنا أجيال كتير جدا شفتوا كابت الربيع ياسين قد إيه بيحب شغله ومهتم بشغله جدا 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 وبعدين انت بطلع قرارات خلاص حتى البطولة الأفريقية اللي تلعبت علشان يوصلوا كاس العالم هو أصلا الفيفا لغى كاس العالم وبالتالي عندي تحفظ شوية على عملية انك بتدين دين مرة واحد رقم اثنين انت بتطلع قرار طب سياغة القرار إيه بناء على إيه بتعمل كده بناء على إيه بتوقف كابت الربيع والخمس اللعبين دول إيه اللي تعمل يعني خلينا نتكلم برضو بكل شفافية الأمور لازم تساق وتدار بشكل أكتر احترافية كابت الربيع ياسين ليه كل الاحترام وكان موجود معنا هنا في البيت الكبير وقال دي كان بيعاني قرارات انك بتحاكم او بتحوله للتحقيق طب بتحوله للتحقيق بناء على إيه واحد اثنين ثلاثة وانت أصدرت في حقه قرار مش عارفين طب بناء على إيه انت تحقيق مع الكابت الربيع ياسين لما بيطلع بيان من اتحاد الكورة المفروض يوضح والله البيان علشان كان فيه تأثير في واحد اثنين ثلاثة عشان الناس تفهم لكن يتحول للتحقيق على فكرة حصل معي انا شخصيا في الاولمبياد انا بعد ما وصلنا الاولمبياد بعد غياب يمكن اكتر من 25 سنة كان فيه اختلاف شوية فجهات النظم مع الشرق الرعية تحويل هاني رمزي للتحقيق بعد وانا رجع من الاولمبياد الاسباب ايه يقولك تعالى وبعدين هنتكلم مفيش حاجة اسمها تعالى وبعدين هنتكلم كان بيحصل فيه كلام؟ كان بيحصل فيه كلام ولكن المناقشة كمان والقرارات لازم نعرف بناء على ايه ما انت ما تقولش كابتن ربيع هيتوقف عن نشاط ست شهور النشاط الرياضي عامة في كل النشاط الرياضي بس وتسكت ده بناء على ايه؟ ومش بس يعني بناء على ايه فيما يخص كابتن ربيع ياسين فيما يخص كمان اللعيب انت عندك ثلاث لعيب النهاردة بيتغراموا كل واحد منهم 20 ألف جنيه منهم العربي بادري طبعا لعيب النادي الأهل المنطق النهاردة اللي صفوف القول بس انت نهاردة يعني انت تقصد ان انت لازم تفتح تحقيق تشوف ايه التقصير التقصير ده كان من اي نوع وبناء عليه تتخذ اجراءات الوقف او الغرامة او اي قرار انت شايف انه يعني جاستلزم التخذ كابتن ربيع ياسين بكل امانة كابتن ربيع ياسين قامة كبيرة جدا جدا لما يكون فيه خطأ في اعتقاد الشخصي كمان احتراما لهذه الشخصية يكون تعالى كابتن ربيع هنقعد نتكلم ايه اللي حصل الموضوع ايه بيقدم تقرير خلينا اتكلم بروفيشنال فيه تقرير بيتقدم من المدير الفني عن كل المرحلة اللي فاتت المرحلة اللي فاتت بسلبياتها بإيجابياتها بكل حاجة وبتقعد وبتتناقش معاه وبتطلع انت قرار وقرار للعقوبة ده تبنان على ايه قرار للعقوبة اعتقد يعني كمان في اعتقاد الشخصي ان كابتن ربيع ياسين في اعتقاده مش يعني فيه كمان وسائل ان شاء الله هيبقى فيه طعن على هذا القرار ويمكن تصعيد بشكل مختلف علشان كمان خلينا نحط قصص لإدارة المنتخبات بشكل كبير والقصص ده انا في اعتقاد الشخصي الامور السنة اللي جاي هتكون افضل عشان كمان فيه خبر ان طبعا فينجادة طبعا كان مدير فني كبير هنا في مصر مع نادي الزمالك اعتقد كمان تولى المسئولية كمدير فني الاتحاد الكرة وده بشكل رسمي لأول مرة اعتقد ان سيكون فيه مدير فني للاتحاد المصري اجنبي كنا بالنادي ده بشكل كبير جدا الامور لازم تتغير بشكل اكتر احترافية اعتقد وجود فينجادة كمان ممكن يضيف لكن هو السؤال هل مفيش كادر مصري كان يقدر يتولى هذه المسئولية ده علامة استفهام لكن وجود خبير متى التجارب السابقة ترد على علامة الاستفهام التجارب السابقة تقول لك احنا في المرحلة دي يتمحتاجين لخبرات اجنبية حلو الخبرات الاجنبية مهمة جدا جدا لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل احنا عارفين المدير الفني لالاتحاد الكرة كابتن محمود سعد كان عنده كل الاختصاصات معادة الاهتمام بالفريق الاول يعني هو برا الفريق الاول خالص يعني مالوش اي علاقة بالفريق الاول المدير الفني في كل الاتحادات العالمية الطبيعي انه هو يكون مسؤول عن كل الاتحاد بما فيه منتخبات شباب منتخبات ناشئين منتخبات اولمبية وفريق اول كمان هل السؤال ان في انجادة هيكون مسؤول بس على الجزء الاولاني ومالوش مالوش يعني صلاحية للمنتخب الاول ده سؤال مطروح لكن في اعتقاد هي تجربة جيدة انك بتجرب خبرة اجنبية بتدير الاتحاد فيه اشكال كتيرة جدا جدا ممكن نستفيد منها من خبرات في انجادة على المستوى الفني على المستوى العلاقات على مستوى البلانينج على مستوى التخطيط فيا رب يكون طبعا يعني خطوة جيدة ليه زي ما بقول يعني خطوة للامام للقرى المصرية على مستوى المنتخبات ومستوى الانتخبات ومستوى طبعا ادارة المجال الرياضي ودارة بورة القدم في مصر صحيح